حد سألني وقال لي ممكن المخ اسلقه من غير الشاشة ايوا اكيد وينفع اعمله من غير ما يكون بني ايوا اكيد الفيديو ده معمول الستات الشطرين وكمان الرجال الحلوين اللي بيحبوا الاكل وبيحبوا يتبلوا وبيحبوا بقى يعملوا حاجات مختلفة هنعمل النهاردة انا وانتو المخ منه بني ولا منه مقلي ولا منه معمول في بيض حاجة بلدي وطعمها جنان وشكلها روعة وحاجة كده من الاخر يعني ايه يا سوبر ماما هتنجدد هنجدد وهنعمل احلى مخي الجوزي وحبيبي واخواتي وصحابي وكل الناس اللي بتحبها اما لو قدت راجل يبقى لازم تشوف الفيديو ده اللي الاخر وتقول لي ايه رأيها علشان تبقى شطورة خمسة عليك الله اكبر ستة او راجل يبقى لازم تصلى على النبي عليها افضل السلام والسلام وتحط الاشتراك واللايك والتابعني وتشوف الاخر الفيديو وتقول لي ايه رأيك كمان بتعملها بالطريقة دي ولا لا او لو عجبتك حط الكمنت بتاعك الحل ستة او راجل وكملوا معي اقولولي ايه رأيك ينفع نسلق المخ من غير شاشة ايوة طبعا بتحط زي ما انتو شايفين المية بتاعتنا تسيبها تغلي ونحط ورق لورة وحبهان وحبة ملح اول ما تغلي المية بتاعتنا بنحط معاها فيها المخ يدوبك عشر دقيق وبنبتدي نطلع او منحس ان هو تماسك وعلى فكرة انا كمان بحبه اصلا من غير مسلقه يعني زي ما انتو شايفين كده ما اخدش معايا وقت يعني الدم بتاعه يعني ما لحقش يتجمد قوي زي ما انتو شايفين عشر دقايق اقل من ربع ساعة بيكوني مطلعه هنبتدي نططعه كده لو انتو هتعمليه بني بقى بيت قدري برضو بتعمليه كده مش هتعمليه كده هتعمليه بقى بتوم حمر بقى ايو حاجة كده تجيب اخر الشارع تعال اقولك هنعمله ازاي زي ما انتو شايفين كده انا حطيت بقى معلقتين سامنا بلدي وضفت عليهم معلقة كمان وحطيت بقى يحب التوم حلوين معلقتين تلاتة زي ما انتو عايزة انا بحب التوم كتير في الاكل بصراحة بيعلي الاكل قوي لو انت تعبانة وما بتقدريش تستخدم التوم بلاش منه بتقدري برضو بتعمليه بالوصفة دي بس قليليك يعني نسبة التوم بس بصراحة لازم توم في كل الاكل ابتدى التوم يحمر معي وهنزل بكل البهارات اللي انت عندك موجودة يا ست الكل فلفل اصمر وشطة وكسبرة ومكعب مرأة وكمون وكمان معانا بقى ايو كل اللي موجود عندك حطيه زي ما انتو شايفين انا قطعته بقى ايو كده حطة بانيه زي ما انتو شايفين وهقوم نازلة مفضية كل اللي موجودة عشان دي نعمة ربنا مانسبش حاجة وبعدين ده مخ مش كل يوم بنعمل مخ وحنبتدي نقلب بقى شمال ويمين ويفضل بقى تحطي نص كوباية مية مع المخ ده لي يا سوبر ماما علشان طعم التوم يدخل جوه المخ بتاعنا وياخد سوى شوية كده على النار بدل ما التوم يتحروق معاك وانتو بتقلبيه زي ما انتو شايفين كده هنفضل نقلبه شمال يمين ياخد الطعم معانا وفي نفس الوقت يستوى كان طعمه حلو قوي وبالنسبة لي يا بانا وجوزي احنا بنحبه ناي من غير سل لان بتفرق قوي فيه ناس بتحب البيد ناي وفيه ناس بتحبه مستوي وفيه ناس بتحبه قرص على حسن ما انت بتحبيه لكن المخ حلوته هو ناي الصراحة يعني ايه ناي بناخده زي ما هو كده وبعمله بالتوم قطعه وحطه على طول على التوم بتفرق قوي بيبقى مزبت كده وطري مش متماسك يعني انا عودت جوزي ان هو ياكله من غير مسلوقه بس المرة دي سلقته طب حلو ولا وحش لا حلو لو انت حابة تعمليه بنيه او يبقى متماسك معاك بالشكل ده لكن لو ما عملتيه من غير سل هيبقى مهر شوية اه فيه ناس بتحبه كده قلنا الناس بتحب الاكل انواع وهنا نزلت بالفلفل بتاعي عندك احمر اخدر اللي موجود عندك انزلي بيه وهبتدي ارصه بقى وحطه في الطبق بولهنة والشيفة على قلب جوزي وولادي وقلبي كمان وكمان هيشجعوني باشتراك ولايك وشيروا ينوروني على اليوتيوب وعلى فيسبوك وعلى كمان التيك توك ربنا يسعدكو كانت معيكو سوبر ماما اتمنى دايما كده في ظهري منواريني بجد كان طعمه حل وامان عليكو تشجعوني اوعو تنسوا الاشتراك واللايك والكومنت الحلو تقولوا لي منين وعجبكو ولا معجبكمش واللي شمت الريحة وهي التوم او التاشة تقولي انا شميت الريحة يا سوبر ماما تسلم ايدك واشوفو قلعة يصو تقول لي من انه مكان اشتركوا في القناة